أقيم في كنائس العراق قداس بمناسبة عياد الميلاد المجيدة وشارك رئيس الجمهورية برهم صالح ابن أديانات المسيحية باحتفالات عياد الميلاد في كنيسة ماريوسف وسط بغداد حيث تكللت القداس أمنيات بأن يعمى الأمن والسلام في ربوع العراق ها قد قرعت الأجراس إذانا بميلاد السيد المسيح عليه السلام ترانيم الصلاة رتلت تقربا ليسوع المسيح أجواء روحانية عمت أرجاء الكنائس في العاصمة والمحافظات ابتهاجا بهذه الذكرة التي خلصت الدعوات فيها بالأمن والأمان لجميع العراقيين وتجاوز كل المحن والتحديات وأني كل العراقيين مسيحين ومسلمين لأن المسيح هو للكل وهو يدعو للكل أن ينضمون إلى السلام المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام سلام للعراق سلام السورية لبنان سلام أيضا لإيران تحت الحصار الاقتصادي سلام اليمن سلام ليبيا يكفي يكفي نحن أبناء عائلة واحدة ما لازم نحن نشق نمزق بعضنا البعض لازم نحب بعضنا البعض كوزارة داخلية وقيات عمليات مشتركة وعمليات بغداد قامت بكل الإجراءات المناسبة لتأمين هذه الاحتفالات ابتداء من اليوم وحتى أعياد رأس السنة الميلادية أكثر من ثمانية أشهر والكنائس غابت عنها الصلاة نتيجة فيروس كورونا لكنها بمناسبة الميلاد المجيد عاد إليها مرتادوها لكن وفق إجراءات صحية مشددة فالخلاص من هذا الوباء تصدر الدعوات المصلين المناجين الباري عز وجل بأن يجمع شمل أخوانهم الذين دفعتهم الظروف الأمنية إلى السفر خارج أرض أجدادهم وآبائهم بلاد الرافدين يوم يميز لكل العراقيين وخاصة نحن المسيحيين نتمنى أنه بعد هذه الفترة من قطاع الكنيسة أنه يعود الأمان وإن شاء الله هذا الوباء ينتهي صالنا فترة هواية من قطعين عن الكنيسة وعن الأعياد هذه أول عيد بعد فترة كورونا إن شاء الله أطلب أهم شيء السلام والصحة نتمنى بهاي المناسبات المجيدة أن يحل الأمن والأمان جميع طغاف الشعب العراقي ونتمنى أن يكونون متوحدين في مواجهة جميع مشاكل التي تواجهنا المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر صلاة رددها المحتفلون بميلاد السيد المسيح عليه السلام وصلاة دعوات بأن يمنى الأمن والأمان على جميع العراقيين في الداخل والخارج من بغداد حسن الفواز العراقية الإخبارية